السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أحبة أينما كنتم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوتم من الجنة مقاعدة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وهذه حلقة جديدة من حلقات تدبر القرآن العظيم انتهينا مع بعض سوية من تدبر الصفحة رقم 16 اللي كان تتكلم عن السحر والفرق بينها وبين السحر والكهانة والعرافة والمعجزة وهاروت وماروت وأمور كثيرة فيما يخص النبي سليمان عليه السلام اليوم الصفحة رقم 17 بدأت بالآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير النسخ أحبتي في الله هو تغيير حكم شرعي بحكم شرعي آخر الأمثلة على ذلك كثيرة فمثلا كان قيام الليل فرض ثم نسخ هذا الحكم وأصبح سنة وكان الصيام في أول الأمر أمره تطوع ثم بعد ذلك أصبح فرضا وكانت الزكاة تطوعا ثم فرضت بعد ذلك وحدد نصابها السبب أحبتي في الله أن الأحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال فإذا شرع حكم في وقت بسبب الحاجة إليه ثم زالت تلك الحاجة في وقت آخر فإن الحكم ينسخ ويبدل بما يوافق الوقت الآخر لكن لماذا جاء الحديث يعني هذا السؤال ورب سائل يسأل لماذا جاء الحديث عن النسخ في وسط الحديث عن بني إسرائيل قلت لحضراتكم أن كل آيات القرآن مترابطة مرتبطة بعضها ببعض حتى نهايات الصور مرتبطة ببدايات السورة التي تليها فما علاقة بني إسرائيل بقضية الناسخ والمنسوخ في القرآن كان بني إسرائيل كما ذكرت لحضراتكم لا يفتأون يتحدثون بأنهم أبناء الله وأحبائه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ومرت بنا الآية وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه لذلك يقول الله تعالى لهم في هذه الآية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها يعني يا بني إسرائيل كل رسول يأتي فينسخ أو فينسخ الرسالة السابقة جاء موسى فنسخ الرسالات السابقة وجاء عيسى عليه السلام طبعا وعلى موسى أيضا السلام على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم فنسخ رسالة موسى عليه السلام وجاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم فنسخ رسالة عيسى فما يقول الله تعالى نأتي بخير منها أي في مناسبتها للزمان الذي جاءت فيه فكل رسول يأتي بخير من الرسالة السابقة عليه في مناسبة ما جاء به للزمان الذي جاء به كما قال عيسى عليه السلام لبني إسرائيل ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم فرسالة عيسى عليه السلام خير من رسالة موسى في مناسبة رسالة عيسى للزمان الذي بعث فيه عيسى أو مثلها وذلك فيما يتعلق بالعقائد لأن كل الرسالات تتفق في الإيمان بالله وحدها لا شريك له وأنه تعالى منزه في ذاته ومنزه في صفاته ومنزه في أفعاله إذن المؤمنين بالرسل ينتقلون من خير إلى خير ففي أمور العقائد ينتقلون من خير إلى خير وفيما يتعلق بمنهج الحياة ينتقلون من خير إلى خير وزيادة في الخير أيضا نزلت هذه الآية أحبتي في الله حين قالت بني إسرائيل أن محمدا يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا ما هذا القرآن إلا كلام محمد مثل قضية تحويل القبلة مثلا من بيت المقدس إلى مكة فنزلت هذه الآية الكريمة ما ننسخ من آية أو ننسها فهذا النسخ من عند الله تعالى وليس من عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم والنسخ في اللغة له معنيان أحبتي في الله المعنى الأول هو النقل أي نقل شيء من مكان إلى مكان كما تقول نسخ الكتاب أي نقله من نسخة إلى أخرى نسخ الكتاب نقله من نسخة إلى أخرى وذلك مثل قوله تعالى إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أو كما تقول صور هذه الورقة عشر نسخ أي أنقل ما في هذه الورقة من كلام إلى عشر ورقات أخرى فعلى هذا المعنى يكون ما بين أيدينا من القرآن العظيم منسوخا لأنه نسخ من اللوح المحفوظ ونسخ من حديث جبريل عليه السلام والمعنى الثاني هو إزالة الشيء المعنى الثاني للنسخ هو إزالة الشيء سواء أتيت بشيء مكانة أو لم تأتي بشيء مكانة أتيت بشيء مكانة كما كانت العرب تقول الجيد ينسخ القديم ونسخت الشمس الظل ونسخ الشيب الشباب أو إزالة الشيء مع عدم المجيء بشيء مكانة كقولهم نسخت الريح الأثر ومنه قول الله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان أزاله ولم يأتي بشيء مكانة فينسخ الله ما يلقي الشيطان إذن فالمعنى الثاني أحبة لقوله تعالى ما ننسخ من آية أي نزيل آية من آيات القرآن العظيم أو نزيل حكم آية ونبقي تلاوتها أو نزيل تلاوت آية ونبقي حكمها هذه هي الأوجه الثلاثة للنسخ في القرآن العظيم إذن أعيد النسخ في القرآن العظيم على ثلاثة أوجه الأول هو نسخ التلاوة والحكم معا مثل ما رواه مسلم من حديث عائشة أنها قالت رضي الله عنها وعن أبيها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات وليس لهذا النوع من النسخ أمثلة كثيرة بالرغم من أن الآيات التي نسخت تلاوتا وحكما أو رسما وحكما كثيرا حتى قيل أن سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة أو أكبر منها ثم نسخت أكثر آياتها وأصبحت ثلاثة وسبعون آية أي نصف جزء بينما البقرة أكثر من تقريبا جزئين ونصف إذن فالقرآن الذي بين أيدينا الآن هو القرآن بعد أن نسخ منه ما شاء الله تعالى أن ينسخ من الآية الثاني نسخ الحكم وبقاء التلاوة وذلك مثل قول الله تعالى في سورة الأنفاء يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ثم نسخ حكم هذه الآية مع بقاء تلاوتها بالآية التالية وهي قول الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين هذه الآية المتتالية في سورة الأنفاء الثالث نسخ التلاوة بقاء الحكم مثل ما روي أن في سورة البقرة أنزل الله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فهذه الآية نسخت تلاوة أو رسما ولكن بقي حكم رجم الزاني المحصن إذن قوله تعالى ما ننسخ من آية يحمل معنيين المعنى الأول أن نقل من اللوح المحفوظ والمعنى الثاني محو أو إزالة ما يشاء الله تعالى من الآية سواء محو الآية تماما تلاوة وحكما أو إزالة الحكم وبقاء التلاوة أو إزالة التلاوة وبقاء الحكم أو ننسها تحمل معنيين المعنى الأول نتركها لأن النسيان يعني السهو والغفلة ويأتي أيضا بمعنى الترك نسو الله فنسيهم زين؟ تركهم كما يقول وحاشا أن يكون من المعنى النسيان السهو والغفلة عن الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله وحاشا وكل النسيان نسوا الله فنسيهم هنا الترك بما أنهم أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى فتركهم الله وأعمالهم التي كانوا يعملون بها كما يقول نسيت المفتاح مثلا في البيت أو تركته في البيت تركته في البيت تركته لاحظتم؟ أو أن يقول نسيت ومن ذلك قول الله تعالى نسوا الله فنسيهم أي تركوه فتركهم أو قوله تعالى أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أي تركت العمل بالآيات فجزاؤك أن تترك في العذاب نسأل الله العفو والعافية إذن ننسها أي نتركها والمعنى الثاني لقوله تعالى ننسها أي نؤخرها أي نؤخر نزولها ولذلك هناك قراءة أو ننسأها فكانت العرب تقول نسأت عفوا نسأت هذا الأمر إذا أخرته ويقولون بعت بنساء بنساء أي بأجل لأن الآية الناسخة وهي التي تنزل لتنسخ آية سابقة هي آية أخر الله تعالى نزولها لوقت في علم الله ولسبب في علم الله إذن ننسها يعني نتركها أو نؤخر نزولها إذن قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها تعني ما نثبت من آيات القرآن أو نرفع من آيات القرآن ولكن جاء تعالى بهذه الكلمات والتي تحمل أكثر من معنى لأن النسخ له وجوه كثيرة كما ذكرت لحضراتكم فكان لابد من كلمات تحمل كل هذه الوجوه وهذه الكلمات ننسها تحمل عدة وجوه وننسخ تحمل عدة وجوه تراعي الموقف من جميع الجهات نأتي بخير منها أو مثلها نأتي الله سبحانه وتعالى يقول أنه هو الناسخ وليس محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما قال اليهود بخير منها خير منها في عاجل أمركم في الدنيا أو آجل أمركم في الآخرة لأن النسخ قد يكون أخف وقد يكون أثقل فإذا كان النسخ أخف فالخيرية بالتسهيل على العباد كما في قوله تعالى في سورة الأنفان الآن خفف الله عنكم والذي مر معنا وعلم أن فيكم ضعفا وكما في نسخ قيام الليل تخيلوا الآن كم واحد يقوم الليل لو أريد نسوي فتستطلع صح؟ فهذا خير في عاجل الأمر في الدنيا وإذا كان النسخ أشد فالخيرية بكثر الثواب كما نسخ صيام يوم عاشراء بصيام رمضان فهذا نسخ في آجل الأمر وهو الآخرة أو مثلها مثل قوله تعالى في سورة البقرة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ولكن تظل الخيرية هنا باستسلام العبد لأحكام الله تعالى وتمام قياده له ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هنا ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هذا هو ما يطلق عليه الاستفهام التقريري كما تقول ألم أعطيك مالا في يوم كذا؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فالذي يستخدم هذا الإسلوب أحبتي يكون واثقا من أن المخاطب سيقول له نعم فالذي يستخدم هذا الإسلوب يكون واثقا من أن المخاطب سيقول له نعم ومن قدرته أنه تعالى يواجه كل عصر بقمة الخير للموجودين فيه ثم بعد ذلك قال ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرم وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير هذا أيضا استفهام تقريري والمعنى أن كل شيء في الوجود ملك لله فالله تعالى يملك الأرض والسماوات ويملك ما في الأرض ويملك ما في السماوات ويملك التدبير في الأرض والسماوات وناسب قوله تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض بعد قوله تعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير لأن الإنسان قد يملك القدرة لكنه لا يملك التنفيذ فقد يأتي عالم ويقول أنا أستطيع أن أصنع القنبلة الذرية لكنه لا يملك الإمكانات حتى يستطيع أن يصنع القنبلة الذرية هو عنده الخبرة في أن يصنع القنبلة الذرية لكنه هل لديه الإمكانيات لصنع هذه القنبلة فهذا يملك وأن يفعل لكنه لا يملك المنفعل له فتصبح قدرة معطلة حتى يأتي من يملك ويقول له افعل بقدرتك فيما أملك أنا ولكنه تعالى قادر ويملك ويقدر ويملك المقدور ولذلك ناسب أن يتحدث الله سبحانه وتعالى عن الملك فقال تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض بعد حديثه عن القدراء ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير فقد يكون الإنسان يقدر أن يعمل عملا معين لكنه لا يملك فالله قادر ويملك سبحانه جل جلاله العظيم وأيضا جاء في الحديث عن الملك في معرض الحديث عن بني إسرائيل لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة كانوا اليهود يملكون المال ويتحكمون في اقتصاد المدينة فكأن الآية تطمئن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى له ملك السماوات والأرض وأنه تعالى مالك الملك يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير من سوى الله أو في مواجهة الله تعالى من؟ من ولي ولا نصير الولي هو من يحبك ويتولى أمرك النصير هو الذي ينصرك الولي يحبك ويتولى أمرك النصير هو الذي ينصرك ولذلك جاء النصير بعد الولي لأن الولي قد يحبك ويتولى أمرك لكنه قد لا يقدر على مساعدتك قد تأتي الشرطة مثلا وتقبض على شاب فإن أمه تقف وتبكي فهي تحبه لكنها لا تقدر على مساعدته أحياناً تطلب من شخص أمر ما مثلاً فيقول لك ليتني أستطيع مساعدتك فحين يقول تعالى أنه الحمد لله وأحياناً تطلب من شخص أمر ما يهديكم الله ويصلح بالكم أحياناً تطلب من شخص أمر ما فيقول لك ليتني أستطيع مساعدتك فحين يقول تعالى أنه الولي والنصير فمعنى ذلك أنه يتولى أمرك وهو قادر على مساعدتك بعد ذلك قال تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أم تريدون أن تسألوا أم مساوية للهمزة فالمعنى أتريدون أن تسألوا رسولكم وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم والسؤال هنا للإستنكار كما سئل موسى من قبل كلاسلة التي سألتها بني إسرائيل لموسى عليه السلام كما قالوا له مثلا ألنا الله جهرا إذن السؤال فيه تحذير للمسلمين ولغير المسلمين أن لا يسألوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي لهم بآية أو أن يقترحوا عليه معجزة تدل على نبوته لأن بني إسرائيل حين طلبوا ذلك من موسى عقبهم الله تعالى فقال فأخذتهم الصاعقة بظلمهم بدينا الآن نعرف الربط فارجعوا إلى الحلقات من هذه الصفحة التي نحن عكينا فيها فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ما الذي حدث لهم عقبهم الله سبحانه وتعالى ثم يصعد الله سبحانه وتعالى تحذيره فيقول ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل كأن طلب معجزة بعينها من الرسول هي كفر بالله تعالى لأنه بذلك لا يرى أن الآيات التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كافية فيريد آية أخرى ومعجزة أخرى فطلب آية أخرى ومعجزة أخرى انتبهوا لهذا الكلام أحبتي ولذلك لما طلب بني إسرائيل من رسولهم عيسى عليه السلام أن ينزل عليهم مائدة من السماء كان رده عليهم هو اتقوا الله إن كنتم مؤمنين يعني ما جئتكم به من الآيات فيه الكفاية إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين أيضا فإن طلب الآيات من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو من عمل المشركين واليهود فاليهود طلبوا أن ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملة واحدة كما نزلت التوراة على موسى جملة واحدة وأهل مكة طلبوا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يفجر في مكة نهرا كالفرات قال تعالى في سورة الإسراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وطلب البعض أن يزح الجبال حول مكة وتكون الأرض سهلة منبسطة طلب البعض أن يحول جبل الصفة إلى ذهب وكان هناك رجل اسمه عبد الله بن أبي أمية وكان من أشراف مكة فقال للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ائتني بكتاب من السماء فيه من الله رب العالمين إلى ابن أبي أمية أعلم أني قد أرسلت محمدا إلى الناس ولذلك في آية أخرى في سورة الإسراء أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا يعني أنا بشر وما تطلبونه أكبر من طاقة البشر ورسول لا أستطيع أن آتي بآية من تلقاء نفسي إذن فقد تراح آية معينة من الرسول هو من أعمال اليهود والمشركين ولذلك ماذا قال بعدها رب العزة فقد ضل سواء السبيل الضلال ضل التوهان يعني أن تسلك طريقا لا يؤدي إلا غايتك سواء وسط يقول الله تعالى فاقطلع فرآه في سواء الجحيم السبيل الطريق فالمعنى ضل سواء السبيل أنه ابتعد عن وسط الطريق لأن الذي يبتعد عن وسط الطريق ويسير في الأطراف بعيدا عن الطريق الممهد يعرض نفسه للمخاطر والمتاعب والصعوبات الله تعالى يريد لنا أن نسير في طريق الإيمان الممهد الذي يوصلنا إلى الجنة وهو ليس طريقا ممهدا بيد البشر لكنه طريق ممهد بيد الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير كان اليهود في المدينة يحاولون أن يدسوا إلى الصحابة أسئلة يسألونها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أن يقترحوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم معجزة معينة وكان بعض اليهود منافقين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر فكان المسلمون يستمعون إليهم وربما يتأثرون بكلامهم ظنا منهم بأن هؤلاء طبعا مسلمين وأنه يتكلمون ولذلك بعد أن حضر الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة المسلمين من كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو اقتراح معجزة معينة يلفت الله تعالى للمسلمين إلى خبث نفوس اليهود الذين يريدون أن يجروهم إلى ما وقعوا فيه آباؤهم يعني ما وقع آباؤهم فيه مع نبيهم موسى عليه السلام فيقول تعالى ود أحب الشيء حبا شديدا ود كثير من أهل الكتاب أي كثير من اليهود والنصارى والمعنى لليهود والنصارى يحبون هذا الأمر بكل قلوبهم لو يردوكم أن يرجعونكم وهذا حاصل وإلى أن تقوم الساعة من بعد إيمانكم أي من بعد من بعد أن ثبت الإيمان في قلوبكم كفارا حسدا من عندي أنفسهم والحسد كما تعلمون أحبتي وتمني زوال النعمة من المحسود ولو لم تذهب إليك ولو لم تذهب إليك يعني ولو لم تأتي هذه النعمة إليك المهم أنه تزول النعمة من اللي أنا أعدى حسده حتى إذا ما جاءت النعمة عليه وإذا كان الحسد هو تمني زوال النعمة فهذا يدل على أنهم يعتقدون اعتقادا جازما أن ما فيه المسلمون من الإسلام نعمة أي وإذا كان الحسد هو تمني زوال النعمة فهذا يدل على أنهم يعتقدون اعتقادا جازما أن ما فيه المسلمون من الإسلام نعمة واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نعمة لأنه سيؤدي في النهاية إلى دخول الجنة وهذا يدل على خلل في تركبتهم النفسية لأنه إذا كنت تعلم أن الإسلام حق وتعلم أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول من عند الله وأنه خاتم الأنبياء وأنه سيد المرسلين إذا كنت تعلم كل هذا فبدلا من أن تحسد المسلمين على إسلامهم وتحسد المؤمنين على اتباعهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لماذا لا تدخل في الإسلام وتتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وذلك كما قال تعالى في سورة الأنفال وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم كان المفروض والمنطف يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدي قلوبنا صلى الله عليه وآله وسلم احنا إيش نريد بالمجمل موجودين أنه إحنا نريد الهداية التي توصل إلى مرضات الله وبالتالي إلى الجنة خالدين فيها صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم من عندي أنفسهم يعني ما يفعلونه من محاولة صد المؤمنين عن الإسلام ليس أمرا من عند الله لأن البعض ربما يعتقد أن دينهم يأمرهم بذلك أو أن التوراة أمرتهم بذلك فالله تعالى يقول أن هذا غير صحيح بل على العكس تماما دينهم وتوراةهم تأمرهم بالإسلام وباتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك قال تعالى من عند أنفسهم يعني أن هذا الصد وهذا الحسد ليس أمرا من عند الله وإنما هو من عند أنفسهم الخبيث الممتلئ بالحقد والغل والحسد والكراهية للمسلمين من بعد ما تبين لهم الحق فهذه هي المصيبة هذه هي المصيبة التي ارتكبوها أنهم يريدون رد المؤمنين عن الإسلام وحسدوهم من بعد ما تبين لهم الحق أي بالرغم أنه قد تبين لهم أن الإسلام هو دين الحق وأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والآية تكشف ما في نفوس كثير من أهل الكتاب من الحقد والحسد والغل والكراهية للمسلمين وتحذير للمؤمنين إذا وجدتم أحدا من أهل الكتاب يحاول أن يشكك في دينك ويثير الشبهات ويتناول ما يعتقدون أنه مطعنا في الدين ويقول الرسول تزوج أمنا عائشة في صن صغيرة وقتل أم قرفة والآية كذا تتعارض مع الآية كذا فاعلم أنه يحقد عليك ويحسدك لأنه يعلم أن الإسلام هو دين الحق والأسف طبعا اليوم المسلمين بعيدين عن دينهم وبعيدين عن فهم القرآن وفهم الدين ولذلك تجد الكثير من هؤلاء يعني آذانهم صاغية لمثل هذه الخرافات وهذه الخزع بلات لأنك أيها المسلم الحبيب وأيتها المسلمة الفاضلة لو تعلمتم دينكم وتعلمتم القرآن وفهمتم القرآن ما يستطيع أحد في هذا الكون أن يزعزع ولو قدر عشر من إيمانكم مهما تكلم ومهما تحدث من أحاديث وإلا فلماذا الآن تجدون الكثير من الصفحات في الأنترنت تهاجم الإسلام وكثير من القنوات خصصة لمهاجمة الإسلام كثير من فرغ حياته لمهاجمة الإسلام ليش؟ لأنهم يحقدون على المسلمين لأنهم يعلمون تماما ويقينا بأن الإسلام هو دين الحق وقيل أن هذه الآية نزلت في عدد من اليهود والذين كانوا يبذلون جهدا كبيرا في سبيل صد الناس عن الإسلام مثل حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهم وكان ذلك بعد غزوة أحده حيث حاول هؤلاء أن يستغلوا الهزيمة النسبية التي لحقت بالمسلمين في أحده في السنة الثالثة من الهجرة في زعزعة العقيدة الإيمانية في نفوس بعض الصحابة مثل حذيف بن اليمان وعمار بن ياسر وغيرهما لكنهم كانوا يردون عليهم ردودا مفحمة ثم عادوا أخبروا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما قالوا بذلوا جهدا كبيرا بكي يصد الناس عن الإسلام ثم قال تعالى فاعفوا واصفحوا العفو جاءت من عفة الريح الأثر وهو ترك العقاب العفو ترك العقاب أو المؤاخذة على الذنب كما نقول عفوت عنه يعني لن أعاقبه ولن أآخذه على الذنب العفو الصفح مأخوذة من صفحة العنق وهو أن يلتفت الإنسان ويولي صفحة العنق وهو الإعراض عن الذنب ومحو أثره من النفس ولذلك فقد تعفوا ولا تصفح لأن تعفوا معناها أنك لن تعاقب المذنب لكن لهذا الذنب أثر بالغ في نفسك ما أعاقبه خلاص أنا ما أريد كل شيء من عنده ولكنه ترك عندي ألم في نفسي خلاص فإذا اقترنا العفو بالصفح فالمعنى أنك لن تعاقب المذنب وليس هناك أي أثر للذنب في نفسك إذا اقترنا فإذا اقترنا العفو بالصفح فالمعنى أنك لن تعاقب المذنب العفو وليس هناك أي أثر للذنب في نفسك والحق سبحانه وتعالى يريد للمؤمنين ليس فقط العفو عن الذنب حتى لا تتشتت قوتهم في هذه الفترة من تاريخهم لكن يريد لهم أن أيضا لا تنشغل قلوبهم بمكائد اليهود فيصرفهم ذلك عن التركيز في الأهداف التي تقتضيها هذه المرحلة التي هم فيها فيصير عدهم تشتت وما بسنوا نفوسهم حتى قوتهم رح يصير عدهم تشتت وعدم تركيز في ما هم مكلفين فيه هذه نقطة مهمة جدا زين حتى أنا ما أشغل نفسي خلاص أنا أعرفه هذا وأعرف كيده وأعرف مكره وأنا بالنسبة لي ما لي علاقة في بعض هكذا يريد الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لهم قوتهم المادية والنفسية قوتهم المادية والنفسية لأنه ترى أنت قد يكون إنسان قوي لكن سبحان الله العظيم منهار نفسيا يؤدي إلى التأثير المباشر على قوتك المادية العضلية ما تقدر إذا أقول لك أنه شيل هذا الكأس ما تقدر يشيل هذا الكأس أبدا زين إذن فهي قضية عامة يريد أن يلفتن الله سبحانه وتعالى إليها في هذه الآية وهي إذا كنت غير مستعد للمواجهة فاجعل شعارك العفو والصفح طبعا غير مستعد للمواجهة فاجعل شعارك العفو والصفح العفو يعني تتجنب هذه المواجهة زين والصفح هو أن لا تشغل قلبك بهذا العدو حتى لا تتشتت قوتك النفسية وهكذا دائما نحن في الحياة اللي عايشين فيها نتأذى من كثير من الناس اللي حوالينا وبالتالي أنا رح أنا أحصر نفسي في هذه الدائرة المميتة اللي رح أنا أهلك كل طاقتي النفسية والفكرية والعقلية وأنشغل بالذي وجه لي الألم والأذية أتركه في حال سبيله ما لي علاقة بي ولا أريد أن يكون هناك شيء مع أحد لكنه خلص أنت أذيتني أنت خنتني أنت ظلمتني أنت طلعت لئيم أنا لن أطلب أن يعاقبك الله في الآخرة ما أريد لكنه أنا بالنسبة لي أترك هذا الذنب أثر كبير في نفسي لا أستطيع أن أصبح يعني أنا عفوت لا أطالب بعقوبتك لكنه لا أستطيع أن أصبح لأنه أنت إنسان نذل والنذل لا مكان له في حياتي أبدا ونسأل الله العفو والعافية حتى يأتي الله بأمره يعني حتى يغير الله هذا الحكم بالعفو أو الصفح إلى أمر آخر العفو والصفح إلى أمر آخر ما قلنا أنه المرحلة الراهنة الآن تحتاج للعفو والصفح شوفوا حتى يأتي الله بأمره حتى يغير الله هذا الحكم بالعفو والصفح وهذا أصلا من جاية من ما ننسخ لاحظتم؟ الله تعالي يرضى عنكم أنه الآن المرحلة الراهنة يتطلب من عندي ماذا؟ العفو والصفح لأنه أنا ما عندي تلك القوة إلى بعدين يسر عندك قوة مثل ما قالوا أعدلهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم وآخرين لا تعلمونهم إذن هذه نركز فيها حتى يأتي الله بأمره حتى يغير الله هذا الحكم بالعفو والصفح إلى أمر آخر بأمره يعني بأمر آخر لكم وبحكم آخر وهذا ما حدث حين أذن بالقتال فكان ماذا؟ جلاء بني قنيقاع وجلاء بني النظير وقتال بني قريمة إذن قوله تعالى حتى يأتي الله بأمره تصبير للمؤمنين وإختار لهم بأن أمر الله تعالى لكم بالعفو والصفح أمر مؤقد وعند المشرع حكم آخر وهذا الحكم سيكون عندما تكون لكم القوة التي تستطيع بها الرد على أعدائكم وفيه أيضا تحذير لأهل الكتاب ولليهود في المدينة بصفة خاصة أن العفو والصفح من المسلمين له أجل سينتهي عنده وبعد ذلك سيكون هناك حكم جديد فانتهزوا هذه الفرصة السانحة وتراجعوا عن مهاجمة ومعادات الإسلام سبحان الله أعيد هذه الجملة جميلة جدا وهذا أيضا تحذير لأهل الكتاب ولليهود في المدينة بصفة خاصة أن العفو والصفح من المسلمين له أجل سينتهي وبعد ذلك سيكون هناك حكم جديد انتهزوا هذه الفرصة السانحة وتراجعوا عن مهاجمة ومعادات الإسلام إن الله على كل شيء قدير لأن العفو والصفحة يعني عدم التحرك فناسب أن يقول الله تعالى بعده أنه على كل شيء قدير وقدرته تعالى قدرة كاملة أي مستغن في فعله عن معاونة غيره وقدرة مطلقة لا تخضع لا لقانون ولا لناموس ولا تحتاج إلى مقدمات ولا لأسباب وإشارته تعالى إلى قدرته في هذه الآية يعني أن الله تعالى حين يأذن لكم بقتالهم قادر على نصركم على أعدائكم من اليهود لأن اليهود كانوا يمتلكون المال والسلاح ويحتمون في حصون داخل المدينة والمدينة مليئة بالمنافقين فكان موضوع حزيمتهم أو جلاءهم من المدينة أمر بعيد المنى ثم قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير يشير تعالى لأن أكبر رد على محاولات اليهود الخبيثة في ردكم عن الإسلام بعد أحد أو بعد تغيير القبلة هو أن تقبلوا على تكليفات الله تعالى بحرارة وصدق ويقين ولذلك ماذا قال بعدها وأقيموا الصلاة وقلت من قبل أن إقامة الصلاة ليس معناها أن تؤدي الصلاة بكل أركانية وشروطها فقط لكنه فوق ذلك كله أن تؤديها بتمام خشوعها وخضوعها وقلت لحضاراتكم بأنه التأدي في المساجد والإقامة في الشوارع فلابد لك أيها المسلم أن ترى الناس خيرا يا من تقيم الصلاة بأنك مسلم بحق وحقيق ما أنه أنت تؤدي الصلاة في المساجد وفي الشارع تظلم جيرانك وتغتاب وتمشي في مجالس النميمة وتأكل الربا وترتشي وتأكل وتغل من الدوام أو في وظيفتك أو ما شابه ذلك فالناس تنظر إليك ويقولون انظر إلى هذا المصلي انظر إلى هذا حافظ القرآن فننتبه إلى هذا الأمر الإقامة عندما تكون في المحك مع الناس ويرون الناس بأنك فعلا مسلم يصلي حقا وهذا هو الخلق الذي يحمله الإسلام أو أنه أن تتمثل النظرة الإيجابية للإسلام وآت الزكاة يعني أعطوا الزكاة بطيب نفسه والزكاة هي الزيادة والنماء وهي الطهارة فالزكاة سميت بذلك لأنها تزيد المال وتنميه ولأنها تطهر المال وتطهر نفس المزكي من البخل وتطهر نفس المزكى إليه وجاء الأمر بالزكاة هنا حتى يخرج المسلمين من سيطرة اليهود الاقتصادية التي يستذلون بها المسلمين وما تقدم لأنفسكم إذن هذه الزكاة وهذه الأعمال الصالحة هي أمور يدخرها الإنسان عند الله سبحانه وتعالى كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات ابن آدم قال الناس ما خلف وقالت الملائكة ما قدم من خير من خير الخير هنا هو ما تنفقون من زكاة وصدقة وأيضا كل الأعمال الصالحة وقوله تعالى من يعني من بداية ما يقال له خير من بداية ما يقال له خير كما قال تعالى فمن يعمل مثقال درة خيرا يره تجدوه عند الله أي تجدون ثوابه عند الله تعالى إذن ما تقدمه أيها المسلم من أموال وزكاة وصدقة هي في أيدي أمينة إن الله بما تعملون بصير وهذا خبر من الله للمؤمنين الذين يخاطبهم في هذه الآية أنهم مهما فعلوا من خير أو شر سرا أو علانية فهو تعالى به بصير لا يخفى عليه منه شيء فيجزيهم بالإحسان جزاءه وبالإساءة مثلها تجدونه عند الله بعد أتعاب الحياة وآلام الموت وأهوال البعث وفزع القيامة إذ بالأنس من حولك أعمالك البيضاء تحيط بك أجمل لقاء بين اثنين صدقة سر تجدها عند الله دمعة خشية تجدها عند الله تحمل أذن تجده عند الله وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله يكفي تجدوه عند الله فأكرموا أنفسكم بالطاعة أحبتي في الله وهنا أريد أن أنوه إلى مسألة بسيطة قال بما تعملون بصير بما تعملون وقد تأتين آيات يصير بصير بما تعملون يعني قدم العمل على البصر ليش؟ لأنه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وما تقدمه من أعمال هذه الترى شوف البصر أمور مشاهدة محسوسة وهذه أعمال فهذا العمل الذي هو إقامة الصلاة إيتاء الزكاة أعمال خير أعمال زين ترى والعمل جاء مقدم على البصر لأنه هذه أعمال فقالت إن الله بما تعملون بصير زين والبصير ليس خبير خبير في الأمور غير المشاهدة المحسوسة الأمور الغيبية اللي ما ممكن يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى وتكون خفية ما أمام الناس واضحة وظهرة لما تقيم الصلاة الناس تعرفك أنت تصلي لما تزكي أيضا الناس تعرفك أنت تزكي حتى إن كان لأنه عندك سرا وعلى نيازك الصدقة فجاءت بالبصير هنا أمور مشاهدة محسوسة إقامة الصلاة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى هودا جمع هائد أو أي عائد أو تائب وقلت من قبل أن هذه الكلمة اليهود من قولهم بعد عبادة العجل إنا هدنا إليك أي إنا تبنى إليك من عبادة العجل وليس معنى الكلام أن اليهود يقولون أن اليهود والنصارى سيدخلون للجنة أو أن النصارى يقولون أن النصارى واليهود سيدخلون للجنة ولكن المعنى أن اليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا والنصارى تقول لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا فهموها وهذا من أساليب البلاغة في اللغة وهو أسلوب اللف بدليل أن الآية بعد التالية تقول وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء فمعنى هذه الآية أن اليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا وأن النصارى يقولون أن لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا لكن كيف قرأناها شوفوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يعني ما هم يجمعون الثانيهم فانتبهوا بارك الله فيكم بدليل ما جاء في بداية الصحة رقم 18 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء تلك أمانيهم الأماني جمع أمنية وهي ما يتمنىه الإنسان بدون سبب يصل به إليه أتمنى أتمنى أن يصير عندي سيار أتمنى أن يصير عندي مئة ألف دولار أتمنى أن يصير عندي بيت أتمنى وهو ما يتمنىه الإنسان بدون سبب يصل به إليه وهي ما نطلق عليه أحلام اليقوى واستخدم القرآن العظيم تلك أمانيهم وهو أسلوب الإشارة للبعيد قل هأتوا برهانكم هأتوا حجتكم إن كنتم صادقين في دعواكم وأنت لا تطلب البرهان من إنسان وقعت معه في جدال إلا إذا كنت متأكدا أنه لا برهان له وأنت اسمعوا الكلمات وأنت لا تطلب البرهان من إنسان وقعت معه في جدال إلا إذا كنت متأكدا أنه لا برهان له لأنك إذا طلبت منه البرهان وقدمه لك فسيفحمك ودائما أقوى حجة في مواجهة المقلد هو أن تطلب منه الحجة ولو صدم مثلا أحد سيارتك وطلبت منه ثمن التصلح يقول لك هل تقبل عوض؟ العوض حرام فإذا قلت له لما حرام فقال لك هذا أمر معروف فإذا قلت له ما الدليل فهذه أقوى حجة في مواجهته وبني إسرائيل كثيرا منهم مقلدون كما قال تعالى وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ومعنى أميون يعني لم يقربوا التوراة وإنما هم يقلدون أحبارهم وعلماءهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بلى كما ذكرت سابقا تأتي لنفي ما قبلها وإثبات ما بعدها بلى تأتي لنفي ما قبلها وإثبات ما بعدها فمعنى بلى هنا تكذيب لكلامهم وهو قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى بلى نفت ما قبلها ولكن الذي سيدخل من أسلم وجهه لله وهو محسن بلى تأتي لنفي ما قبلها وإثبات ما بعدها ومعنى أسلم أي استسلم لأمر الله تعالى أي خضع لأمر الله سبحانه وتعالى ومن ذلك قول الله تعالى في سورة آل عمران وله أسلم من في السماوات والأرض يعني استسلم وانقاد ولذلك سمي المسلم مسلما لأنه مستسلم وخاضع ومنقاد لأوامر الله تعالى سمي المسلم مسلما لأنه مستسلم ومنقاد وخاضع لأوامر الله تعالى أعيدها مرة أخرى وقال تعالى وجهه لأن العرب كانت تستخدم الوجهة وهي تريد كل الشيء لأن الوجه هو أكرم وأشرف أعضاء جسم الإنسان وهو موضع الفكر والحواس كما قال زيد بن عمر بن نفيل وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا كما نقول في حديثنا الدارج أنا أصنع هذا الشيء لوجه الله يعني أصنع هذا الأمر خالصا لله سبحانه وتعالى وكما قال سبحانه وتعالى في سورة الليل إلا بتغاء وجه ربه الأعلى وكما قال في سورة القصص كل شيء هالك إلا وجهها يعني كل شيء هالك إلا هو سبحانه وتعالى قال أستاذ في العقيدة أن طالب جاءه وقال له يقول تعالى كل شيء هالك إلا وجهه والله تعالى أثبت في القرآن العظيم أن له يد وله ساق وله كذا فهل معنى ذلك أن كل ذلك سيهلك ولا يبقى إلا وجه الله تعالى والرد أن العرب كانت تذكر الوجه وهي تريد نفس الشيء وهو محسن يعني قرن إيمانه بالله بالعمل الصالح فله أجره عند ربه وهو دخول الجنة لا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون طالما أن أجرك عند الله فطبيعي جدا أن لا تخاف على أجرك لأنه عندك حق عند مساو فقد تذهب بك الظنون أنه قد يستولي على حقك أو ينقصك منه شيء لكن ما عند الله تعالى لا خوف عليه لأن الله تعالى ليس في حاجة إلى ما سيعطيه لك وهذا تعبير قرآن يتكرر في العديد من الآيات لأن الإنسان يخاف من المستقبل ويحزن على الحاضر والماضي فهؤلاء لا خوف عليهم في المستقبل من المستقبل طبعا لأن مصيرهم الجنة والخلود فيها ولهم يحزنون على الماضي لأنهم اغتنموا الدنيا وأحسنوا استغلالها وكانت لهم نعم المزرعة للآخرة الله أكبر بقدر إسلامكم واتباعكم للسنة ظاهرا وباطنا تنزاح همومكم ومخاوفكم تأمل قوله تعالى بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وجمع الضمير في قوله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أحبتي في الله اعتبارا بعموم من بل من أسلم وجهه كما أفرد الضمير في قوله وجهه لله وهو محسن اعتبارا بإفراد اللفظ وهذا من تفنن العربية لدفع سآمة التكرار وهذه مر معنا في كثير من الآيات الله تعالى يرضى عنكم وبارك الله فيكم ولا تنسوا بأنه من أسلم وجهه هذا عمل يقوم الإنسان الفرد المسلم هو فأنت مطلوب من عندك أن تصلي وأن تؤدي الزكاة وأن تؤدي الصدقات وأن تحج البيت إذا استطعت إليه سبيلا وأن تصوم رمضان هذه أعمال يجب أن تقوم بها أنت كفرد فإذا قمت بها على الوجه المطلوب والصحيح الذي هو يكون موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى ولسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقبله الله منك فأنت عند ذلك ستدخل في زمرة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا والله تعالى أعلى وأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر